في ضوء الارتفاع المتزايد في منحنة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى إجراءات وتدابير تقييد جديدة للحركة لكي نحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس المتحور فإنني باسمكم أدعو كل من لم يتلق المطاعم حتى الآن للإسراع في التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات لتلقي المطاعم وتحصين أنفسهم ومجتمعهم من الفيروس المتحور فقد تبين لنا أن معظم الحالات المصابة الآن هي لأشخاص لم يتلقوا المطاعم وتحسبا من أي تطور للفيروس فقد دعوت اليوم لعقد اجتماع للجنة الطوارئ الوطنية العليا لتقييم الحالة الوبائية ومناقشة سبل مواجهة الموجة الجديدة من الفيروس المتحور إن إقبالكم على تلقي المطاعم والتزامكم بارتداء الكمامات وتوخي التباعد الجسدي وتجنب الجمهر والتجمع من شأنه أن يحافظ على سلامتكم وسلامة مجتمعكم ويجعلنا قادرين على مواجهة الفيروس دون أن نتكبد خسائر اقتصادية سببتها الإغلاقات الماضية ولكي نهيئ الأجواء أمام أبنائنا لمواصلة التعليم الوجاهي الآمن في المدارس والجامعات إن عدم تلقي المطاعم ليست مسألة حرية شخصية إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب هذه الحرية بالضرر بصحة الآخرين ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس اتخذ مجلس الوزراء قرارا دخل حيز التنفيذ بإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يتلقوا التطعيم من فيروس الكورونا حتى انتهاء الوباء في الذكرى السنوية الثانية والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك فإنما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيم الشريف من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومحاولات استكمال التطهير العرقي والتهجير القصري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية يستوجب تدخلا دوليا عربيا وإسلاميا عاجلا لوضع حد لانتهاكات وجرائم الاحتلال نحذر من التداعيات الخطيرة من استمرار مواصلة إسرائيل لسياسات الاضطهاد والعنصرية وخاصة في مدينة القدس المحتلة وفي جميع القرى والبلدات في بقية أنحاء الأراضي الفلسطينية التي شهدت عمليات هدم واسعة للبيوت ومصادرة الممتلكات وقتل الأطفال والشباب المدافعين عن أرضهم ومنازلهم ونطالب العالم لجم آلة القتل الإسرائيلية التي تحصد أرواح أطفالنا فقد ارتفعت وتيرة العدوان على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس وتجديد الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة بعد العدوان الأخير كما تم تعطيل آلية إعادة الإعمار في غزة ندين عزم الصندوق القوم اليهودي الموافقة على رصد مبالغ طائلة للاستيلاء على آلاف الدنمات من الأراضي في الضفة الغربية والقدس لتوسعة الاستيطان بما يمثل تجسيدا لمساعد ضم وتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين مستقبلا من جانب آخر سوف نرسل كميات أدوية ومستلزمات إلى المستشفيات في لبنان مما تنتجه المصانع الفلسطينية بما يشمل حوالي 85 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية وبالتنسيق مع الأخ عزام الأحمد مسؤول ملف لبنان وسفارة فلسطين في بيروت والأمم المتحدة يناقش مجلس الوزراء اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع المالي والوضع الصحي ومشاريع البنية التحتية للمحافظات والتحرك الدبلوماسي والوضع الأمني واعتداءات الاحتلال المتكررة على أهلنا وأراضينا وشكرا